مش عارف أنا عندي تقدر تقول كده إيه شاردة وأظنها وردة جدا على رأي أبوي الله رحمه في زهني كده هي متعلقة بمسألة الرأي والرأي الآخر سميه زي ما تسميه اختلاف الأراء سميه حرية الرأي والتعبير سمي زي ما تسميه مش دي القصة على الإطلاق أنا من أنصار إنه طبعا من حقق أي حد إن هو يقول رأيه ويقول الطرح بتاعه ويقول وجهة نظره وده حقق أي بني آدم في الدنيا مش هقولك أي مواطن في مصر أي بني آدم في الدنيا وأفهم جدا أنه الناس دائما تطالب بأنه عليكم يا جماعة أنكم تتفاهموا قد بالك تتفاهموا وجهات نظرها وأنه يتم منقشته ده في أي حتة في العالم برضو طول الوقت أنا من أنصار المسألة دي أنه مش بالضرورة رأيي صح ومش بالضرورة كمان رأيك صح لكن الحاجة اللي تقرقني جدا أن أنا أجد إنسان أو مجموعة أو طيار أي أن كان سميها زي ما تسميها والله مش بتكلم على حد معين بجد يعني هو مصر إن وجهة نظره صح هو حر تفرضها علي أنت مش حر طيب ولو أنا ما تقبلتهاش ومش مقتنع بيها أبقى أنا وحش ليه ده شيء غريب قوي يعني ليه طول الوقت عاوز تحطني في ركن في كورنر في حيز إنه أنت وحش لأنك أنت مش متبني وجهة نظري ومش متبني رأيي أو إذا أشرت عليك بشيء فلو أنت ما عملتوش تبقى أكيد وحش فأنا لازم أهاجمك ده شيء غريب وأنا بعتقد للأسف للأسف ده موجود في الشرع السياسي المصري طول الوقت ومش وليد النهار ده بالمناسبة ده إحنا هنا بنتكلم إذا صح تصوري إذا صح شوف أنا بقولك إيه إذا صح تقريبا من وجود حركة حزبية في التلاتينات يمكن الجيل بتاع التلاتينات كان أكثر ثقافة بكتير أكثر عمقا بكتير عنده رحبة صدر أكبر بكتير لكن لكن وضحناها متلازمة ما أنا توارسها من جيل إلى جيل ووصولا لحد هذا العقد اللي إحنا فيه من القرن الواحد وعشرين يعني في عشرين تلاتة وعشرين لازال فيه عندنا هذه المتلازمة اللي مستمرة بتاعت لو أنا لو أنت ما خدتش بالرأي تبقى أنت وحش وما بتفهمش حاجة يعني هضرب لك مثلا لطيف جدا كنا فيه منقشة المياه وبعدين حصل كلام على مسألة الطروحات اللي عاملها الحكومة فحد من الناس اللي كانوا قاعدين معايا بيقول أنا مش قادر أفهم هو الحكومة عاملة طروحات على الشركات الكسبانة ليه فانا سألتوا سؤال قلت له وهو المفروض تعمل إيه يقول لي إحنا نبيع الخسران أبيع الكسبان ليه قلت له كويس أنا عايز أفهم برضو قلت له وجهة نظرك إيه قال لي الكسبان بيكسبني أما الخسران فبيخسرني فانا بيعه قلت له طيب مين بقى الأخ اللي هيخد الخسران يعني مين في الدنيا هيجي ده شركتكو بتخسر يا مرحبا يا مرحبا عايزين نشترك خسران هاتلي والنبي البيز اللي عندك هو افتكرني بيتهكم هو أنا كنت بيتهكم بصراحة وكنت عايزة دب معايا خناقة يعني أنا مش بالعه بصراحة السؤال هو يا جماعة الشركة لما بتبقى كسبانة خلي بالك الطروحات دي مش معناها أنه كده معناها أن الدولة لا نصيبة لها داخل الشركة أنها لا أسهم لها لا هي ليها لسه الشركة الكسبانة أي شركة كسبانة بتشتري 2 كيلو برتقان بتروح للبيع تقوله هاتلي المعطب ولا بتقوله أنا عايز حاجة نقاوة أو سيبنا لا أنا ده منطقة البساطة شركات لازم تبقى كسبانة علشان تبقى جذابة أن أنا لما أجي أطرح بعض النسب أو بعض الأسهم اللي فيها للبيع يجيلي عليها مشتري بسعر محترم هي دي فكرة الاستثمار أنا ممكن أضرب لك أسماء بيجي ستة سبع ملياردرات مصريين بيشتغلوا على إنه وده حقه بالمناسبة يشتغل على إنه أنا عندي شركة الشركة دي كانت صغيرة الشركة دي كانت نص نص أنا كبرتها استثمارت فيها وسعتها بقيت الشركة عملاق ضخم جدا بيع لأن أنا بحقق مكسب كبيرة لكن لو أنا بعتها خسرانة هعمل إيه هيجيلي فيها فتات مش هيغطي حتى اللي أنا صرفته عليه طيب يجي يقولك ده نفس الشخص قال لي يعني الخسرانة بقى نفضل عاملين إيه كده نفضل بقى متدبسين فيها قلت له لأ الخسران ده بنعمله إعادة هاي كلام بنعمله تقييم أصول أشوف هعمل إيه أنا ممكن ألغي الشركة خالص خلي بالك ده كلام أنا عشان برضو ما حد يقولك إيه أنت كده بتقول يا طرى هل طرى وجهة نظر رامين وجهة نظر يوسف بس فقط لغير بيحصل إيه إن شركة خسرانة أروح أنا جاي أقول آه الشركة الخسرانة دي أنا قدامي كذا طريقة أول طريقة فيهم الشركة الخسرانة بقى أنا أركز من أبيعة حصص في الشركات الكسبانة أصبح معايا فلوس كويس أبدأ أشوف هايكل الشركات الخسرانة إزاي خد بالك من كلمة هيكلها أهيكلها علشان تنجح طيب مش هينفع هيكلتها لازم أبدأ أقيم أصولها واشوف هل أنا قدر أدمجها مع شركة أخرى أحط شركتين على بعض علشان أحافظ على حقوق العمال والموظفين طول الوقت مما لا شك فيه أولوية قصوى كبرى بالنسبة لنا مش بكلمك أنا على الدولة أنا أقول لك التصور بتاع أي حد في الدنيا أي حد في الدنيا عندوا عشر دقايق حضرهم في أي حاجة متعلقة باقتصاد بس عشر دقايق بس قاعد كده سمع بنعمل إيه؟ بنروح واخدينها مع هيكلينها أحفظ الحقوق العمال والموظفين ده بيعتبر أن إحنا محناش رأس الملاي متوحشة حقلو جدا أبدأ أشوف الشركة هتتهيكل إزاي فيه أصول ممكن ماكنش محتاجة أبدأ أبيعها علشان أساعد فيه عملية الهيكلة أجدد المكان أزبط الموظفين والعمال والمهندسين إلخ 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 أزبطهم يعني أزبطهم هياكلهم المالية وأزبط الهياكل الإدارية بتاعتهم إلى آخره كده إحنا في التمام طب هو الحكومة عندنا في مصر بتعمل كده في أغلب الأحوال بتعمل كده مش هقولك في كل الأحوال في أغلب الأحوال تمام؟ طيب تعالي ما تيجي نشوف هو مثلا بعض رجال الأعمال المصريين بعضهم معترض يقول لك هو لزمتها إيه الطروحات يعني لو أنت ما اشتريتش تبقى الطروحات وحشة لكن لو أنت اشتريتها تبقى الطروحات حلوة أنا بجيب لك الموضوع على بلاط إحنا عندنا كده أنا بيقول لك ده في مجتمع البزنس والأعمال في السياسة في الثقافة خد بالك حتى في الثقافة حتى في الكتابة الروائية والمصرحية والشعرية إلخ 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 تلاقي بعض النقاط كون إنه الكاتب ده مش من مدرسة ويبقى وحش ده شيء غريب جدا في البزنس لو أنا ما اشتريتش لو العطم مرسيش علي أصلا الطروحات وحشة طيب بلاش يقول لك ولماذا الطروحات بتروح تشتري برا ليه لما هو ولماذا الطروحات ما أنت أو يعني أنت ده مش شخص أنا بتكلم على بعضهم بعض الرجال أعمال طب ما أنت بتاخد بعضك وبتروح تشتري في البلد ده وفي البلد ده يطلع في المنطقة العربية يطلع في أوروبا يطلع في أمريكا أمريكا اللاتينية إلى آخره حاجة غريبة أوي يا أخي يعني هي لو تعامل الطروحات برا بتبقى حلوة لكن لو عندي تبقى وحش وإمتى عندي تبقى وحشة لو أنا ما نزلتش الصنارة والطعم وطلعت السمك يبقى كده حلو السمكة ما طلعش يبقى وحش شيء غريب جدا جدا في الآخر خالص عزيزي المواطن أنت بيتعملك عمليه ببرمجة دماغية طول الوقت بسبب الكلام ده أنت لما تيجي تشوف قدامك ناس غنية عندهم شركات نجحة ورجال أعمال شبطار يقولك الطروحات وحشة فأنت تقول ما الرجل ده فاهم معذور أنا وإنت معذورين ما صحيح الرجل ده فاهم أما العمل الإمبراطوريات دي إزاي بس هو مش بيقول كده عشان فاهم وبيقول كده عشان هو إيه عيني فيه بس ما جاتش من نصيبي تبقى وحشة في السياسة عايزين الدولة تعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة طب ما عملتش كده تبقى وحشة طب ولو عملت كده آه حلوة بيحصل والله العظيم مصر تاريخها كده وزر طول مهمة في الحكم كل حاجة حلوة يطلع بره الحكومة يبقى كل حاجة وحشة رجال أعمالتهم مهمة بيشتغلوا با مع الحكومة كل حاجة حلوة مشتغلوش مع الحكومة الموسم ده يبقى كل حاجة وحشة سياسيين متنورين متلمعي كل حاجة حلو مش متنور مش متلمع يبقى كل حاجة وحشة آه مثقفين تكتب عنهم تكتب عنهم الصحفة يبقى خير وبركة يتحدث عنهم الإعلام خير وبركة ما تحthrough بك الإعلام وحش ومقصر والصحفة وحشة ايه الأمور مش بتقاس كده الدول برة تقدمت بالطريقة العكس ده عكس ده الوحش وحش حلو حلو الصح تمام الغلط تمام يعني